هذه العائلة هناك مشاكل متعلقة بالموقف من النظام الصحرى وانتخابات رابعا العائلة الإسلامية وفيها ربعا دي المجموعات المشاركون بي جي دي العدل والإحسان اعتبروها فاعل سياسي السلفيون فاعل سياسي علاش لأن راشدوا البوتشيشيين خرجوا في الشارع كيدعموا الدستور فهم فاعل سياسي على الأقل مناسباتي السلفيون عود فيهم ثلاثة دي المراجعاتيون أرثودوكسيون والصوفيون والعائلة الثالثة الرابعة من العائلة الإسلامية هي العائلة التي يتكلمش على الناس بزاق المقربين من اليسار الديمقراطي اللي هم الأمة والبديل الإسلاميين بصورة عامة يجمعون شعار تطبيق الشريعة ويختلفون في نسبة هذا التطبيق وفي الموقف من النظام في فرية المعتقاد ولكن بصورة عامة هذو كنكون مع إسلاميين ونقوله شوية كنتقلقوا أن الإسلاميين لاخدت أفكارهم بصورة عامة في الإجمال واخدتها أو قلت بشي بلد غربي بأنه كين الشيناسة كيفش كيفكره كيفش كيفكره فين غا تحطهم غا يقول لك إنهم يسار إنهم يمين متطرف فالإسلاميون هم يمين متطرف وهم ممكن يبغيوش هذا الشعار هذا تصنيف علما بأنه المهم كان ندخله في هذا الشيء من بعد فأعود إلى لماذا؟ لأن اليمين المتطرف تعتبر دائماً الهوية الوطنية دائماً عندها واحد الأسبقية على الهوية الأخرى هذا اليمين المتطرف في العالم اليمين المتطرف في العالم كله ليبرالي الأحزاب الإسلامية ليبرالي اليمين المتطرف ضد الإجاد اليمين المتطرف ضد يعني مع عقوبة الإعدام اليمين المتطرف مع التشدد يعني يعتبر بأن المساحة الحرية في الديموقاطية يجب أن تتقي يعني مع التشدد مع القبضة الحديدية هذا هو اليمين المتطرف هذه الأفكار التي يقوم بها النسل عندهم نزاعات دينية يشكلون عادة أحزاب لهدفها الوخ الاختلافة الكبرى أنسأي بها